اشتركوا في القناة منها لا يرى في المنام المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا بنشوف الرؤية دي طبعا مع اختلاف اللي انت شفته في المنام بتختلف من شخص لشخص اخر بداية رؤية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ملوش رؤية مذمومة على الاطلاق ان شاء الله يعني فما ينفعش مثلا ان يكون الشخص سيء في الحقيقة او صاحب ذنوبة معاصي ويشوف مسجد الرسول ممكن في حالة واحدة لو ان هذه الرؤية تدل له او تحثه على التوبة او على الرجوة او على الانتهاء من ذنوبة معاصي لكن خلاف كده ما ينفعش يأتي لك مسجد الرسول في المنام الا اذا كنت شخص متزن بتأدي الفرائد واوى الى اخره رؤية منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انك شخص صالح وقريب من الله تبارك وتعالى وتحب الامر بالمعروف والنهي على المنكر وتحب مساعدة المحتاجين ومن افضل الرؤى او من افضل المعاني لهذه الرؤية انك شخص تحب ان تقول الحق رؤية منبر رسول الله لان هو المنبر عبارة عن ايه قال الله قال رسوله تعليم الدين القول الحق القول الفصل الوحي اللي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى فلما تشوف رؤية المنبر هي تكون بالمعاني اللي انا ذكرتها لك دلوقتي طبعا الكلام بصفة عامة طبعا ما ما فيش تخصيص يبقى للرجال والنساء رؤية سجاد المسجد النبوي هذه الرؤية تدل على حرص الرائي لتعاليم دينه وتعلمه راجل ده حريص على فعل تعليم الدين الاسلامي وبيعلمه كمان لمن حوله رؤية قنديل المسجد او المصباح هذه الرؤية تدل على الجندية او الحارس رؤية ابواب المسجد النبوي هذه الرؤية لها رؤية خاصة ورؤية عامة الرؤية الخاصة وهي رؤية ابواب المسجد تدل على شرطة الحرم النبوي ان الشرطة بالفعل بتحميه فرؤية الابواب تدل على ذلك اما بصفة عامة برضو نفس الرؤية اللي هي رؤية ابواب المسجد النبوي تدل على الشرطة بصفة عامة لان من اهميتها الحفاظ على الناس والامان لهم رؤية المرأة المتزوجة تجلس في المسجد النبوي لها معنين اتنين المعنى الاول ده لمن تبحث عن حمل ولا جير حمل او التي تصلح للحمل او التي لا تصلح للحمل اللي هي وصلة سن اليأس مثلا او ان هي باختيارها معادتش عايزة حمل هذه الرؤية تدل لها على الخير والرزق ده بصفة عامة لأي امرأة متزوجة اما المرأة التي تبحث عن حمل ونفسها تحمل حينما ترى انها تجلس في مسجد رسول الله هذه الرؤية تبشرها بان الحمل سوف يتحقق لها ان شاء الله رؤية الحرم النبوي او المسجد النبوي للمرأة الحامل تدل على اخلاق زوجها ده بداية وتدل على مرور فترة الحمل بسلام ان شاء الله رؤية الحرم النبوي للبنت العزباء زواج ولو مخطوبة تدل على قرب موعد الزواج رؤية البنت العزباء انها تسعى في المنام للسفر للزهاب الى مسجد رسول الله هذه الرؤية تدل على ثلاثة معاني المعنى الاول السفر سوف يتحقق لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله اتنين السفر عموما اي سفر في سفر قادم ثلاثة فتح فرصة عمل جديدة للبنت العزباء ان شاء الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة